السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الثلاثاء 19 كانون الاول ديسمبر القمر الان موجود في برج الحوت ورح ينتقل لبرج الحمل طبعا هو رح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 10 و46 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء بعدها بدو ينتقل لبرج الحمل ورح يظل في برج الحمل لغاية الساعة 52 دقيقة صباحا من صباح يوم 22.12 القمر الان موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و51 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الاثنين على الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلام والصلاح القمر بما انه ما زال موجود في برج الحوت معناته اليوم برضو بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين وبنجد صعوبة في اتخاذ القرارات والبعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيدوروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة لذلك بيتغني بعدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل طبعا هذا الوقت والقمر موجود في برج الحوت يعني ممكن أنه نبدأ بعلاقة حب جديدة يمكننا التأمل الصلاة المشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر الرسم التصوير وزيارة المرضى وشراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 29 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا برضو أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو أي مواجهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 5 و 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 2 و 7 دقائق عصرا بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن ديكور تجميل وهذا وقت مناسب للراحة وبتزيد من حساسيتنا من رومانسيتنا ابتمنحنا كفاءات خصوصا للأشخاص اللي بيعملوا بالمجال الفني أو الروحانيات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 6 و 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا هاي الزاوية لبعض التغييرات المفاجهة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن هتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 9 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر لغاية الساعة 10 و46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني هاي الفترة فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة 10 و46 دقيقة مساء القمر بنتقل وبيستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات المساء والأيام القادمة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميما أكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو قد نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا الاهتمام بإدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا بما أنه الانتقار رح يكون قرابة منتصة في الليل طبعا رح نذكر الأعضاء المسائية ولكن الأعضاء اللي رح تكون غالبة طول اليوم اللي أكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها عمليات جراحية كبرى عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو هرمون مساعدة على النوم هذولا اللي بيصير فيهم اضطراب اليوم وهذولا اللي ما لازم نعمل لهم عمليات جراحية كبرى ولكن كمراجعات طبية فحصات أخذ علاجات ما في أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم الجمعة 22-12 بيبدأ خلو المسار الساعة 2-47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج أو فجرا وبيستمر لغاية الساعة 2-50 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الثور يعني مدة خلو المسار رح يكون فقط ثلاث دقائق أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 7 أيام في تمام الساعة 9-37 دقيقة صباحا بصير 8 أيام نسبة الإضاءة اليوم تصل لـ 52% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القاوس حتى يوم 22-12 سعيد العام بنسبة 10% ساعات الفجر بتصير منتحسي بنسبة 25% وبتكمل طيلة النهار على نفس النسبة القمر في الحوت ورح ينتقل في الحمل في ساعات المساء المتأخرة ورح يظل في الحمل ليوم 22-12 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 25% ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة 50% عطارد في الجدي بيتراجع حتى يوم 23-12 بعدها بدي يرجع من الجدي للقاوس سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيد اليوم بنسبة 15% المريخ في القاوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي اللي بيشعر بأعراض غير اعتيادية لازم يتوجه للفحص والعلاج حاولوا انك تأخذوا قسط كافي من الراحة تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وممكن تتجاوز مخاوف ما لها اي اساس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة او بشارك في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبيسودها التقدير والثقة المتبادل اهم اشيء ما تفرض سلطتك على اصدقائك بالنسبة لموليد برج الجوزاء يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص الي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع المسؤولين بتحظوا بالشعبية ويتكون اعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن بدون اندفاع ولا تهور ولا تشويه سمعة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكونوا اكثر صفرا ووعيا على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن رغم هيك انه في ايجابيات بالاتصالات والحوارات وخصوصا مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او حتى على المستوى العاطفي لانه اليوم رح تشعروا بقوة العاطفة بعض موليد برج السرطان عندهم احلام بالسفر او القيام بمشاريع كبيرة برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بتنشغلوا اليوم في اعادة تنظيم اموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة او تعويض ولكن من جهة اخرى ثم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم اليوم بالاشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية واللي اهتمام بمسائل انها علاقة بالاموال المشتركة بنك ضريبة تأمين برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتتركز جهودكم حول تعزيز شركاتكم والاجواء مشجعة اليوم للمصالحة او للتقارب ما بينكم وبين الشركاء وبرضو اليوم مناسب للأعمال المشتركة ويعتبر هذا اليوم مناسب يعني لتعزيز العلاقة مع علاقتك الزوجية او العائلية او مع الشركاء لانه بيسودها اليوم الانسجام والتوافق برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم حاولوا انك تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة عشان ما تضطروا للعمل وقت اضافي وبرضو بتكنتبهوا بشكل جيد لصحتكم نظموا وجباتكم الغذائية خذوا قسط كافي من الراحة صحيح انك رح تجد سهولة في تطبيق بعض الأعمال الروتينية او المنزلية ولكن حاول انك بي نطاق عملك تبعد عن المشاكل مع زملائك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازوا بصورة عامة فتراء ايجابية ما زالت الأجواء الداعم لها لكم عاطفيا او على مستوى المال بتشعروا بقوة الحظ عاطفيا وماليا وبوسعكم اليوم يعني انكوا جربوا بعض الحضوذرهم اني انا ما بنصح فيها بسبب تراجع عطارد ابتقوا علاقاتكم العاطفية وممكن يعني يكون فيه نوع من انواع الفرح او ممارسة هواية او سعادة في مسأل ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم حول ادخال تعديل على مسكنكم او الاهتمام بامور تتعلق بديكور او ترتيب او صيانة او البستنة للامور المنزلية وبتجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن اليوم شوي هيك بعض الامور العائلية يعني تكون مستقرة شوي ولكن فيه اشياء معينة ممكن تستفزك ماليا وهذا الاشيء ممكن يأثر عليك سلبيا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم نشاط عالي جدا ورغبة بالتواصل والاتصالات كثير من الانشغالات عندك فعشان هيك بتكثر عندك الاتصالات والتنقلات وحاولوا انك تكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة داخل المدن وخصوصا في ساعات العصر وما بعد علاقاتكم اليومية اليوم جيدة وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع محيطك وعندك قدرة للتسويق والترويج لفكرة معينة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بيحمل الكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيكون معني من عمل اضافي مع هيك بتكو تحذروا من النفقات المتصاعدة او المغامرات المالية الغير مدروسة بتعرف سهولة في اعمالك اليومية وفي الحصول على الاموال والارباح ولكن احذر من النصابين والمحتالين برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بانفسكم كبيرة انتو اليوم اكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم السيطرة على زمام الامور واتدفع بمصالحكم تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمانينة على المستوى النفسي حتى على المستوى المالي شوي بتتحسن بعض الاجواء او بعض الوعود على المستوى العاطفي برضو ممتاز جدا هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد انتظرواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواواوا